وزعت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية دفعة جديدة من المساعدات الغذائية للأسر المحتاجة والأشد فقرا في مديرية مقبنة غربي تعز وشملت المساعدات سلال غذائية مكتملة في عزلتي البراشة والمجاعشة الواقعتين على الحدود الإدارية لمديرية حيس بمحافظة الحديدة وتستهدف المساعدات الأسر الأشد فقرا بموجب مسح ميداني سابق نفذته الفرق المختصة من الخلية الإنسانية بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات الاجتماعية